هل كنت تعلم من قبل أن عشائر النمل كذلك تمارس القرصنة من أجل أن تعيش؟ غالباً هذه أول مرة تسمع فيها المعلومة وهي معلومة صحيحة فلطالما اعتقدنا أن القرصنة والإغارة بغرض السرقة هي فعل مقترن فقط ببن البشر حتى تبين أن القرصنة منتشرة كذلك في مجتمعات النمل حيث تهجم فصيلة معينة على فصائل أخرى بغرض السرقة وليست أي تسرقة إنما تقوم بأسر الأفراد بوخط في ما يوجد في العشيرة مرحباً بكم على قناتكم Arabic Geographic النمل تلك الكائنات المتناهية في الصغر والتي لطالما أثارت إعجاب وفضول الإنسان بنظامها وأسلوب حياتها الاجتماعي المنظم جداً والذي يعيش في إطار مستعمرات وفق حياة ونظام اجتماعي دقيق جداً كما لو أنه يتبع شرائع إنسانية موضوعة بدقة النمل كائنات تحب العمل في إطار مجموعات بحيث تساعد بعضها البعض وكل فرد يكمل الآخر لأنها مخلوقات بعيدة كل البعد عن الأنانية والتفكير بالذات والكسل يعيش النمل في قبيلة قائمة الذات وفق نظام طبقي محدد بحيث تتكون هذه القبيلة أو العشيرة من الملكة والذكور والخادمات بحيث أن كل فرد من أفرادها له دور محدد يعرفه جيداً ويقوم به على أكمل وجه حياة النمل عادة تكون هادئة وعادة يعيشون في إطمئنان لكن قد يحدث أحياناً أن تتدخل كائنات غير مرغوبة فيها لكي تكسر جو الهدوء هذا هذه الكائنات غير المرغوبة والتي سوف تكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هي فصيلة عدوانية من النمل شغلها الشاغل هو تهديد باقي فصائل النمل بحيث يصل بها الأمر إلى الهجوم على عشائر النمل الأخرى والاعتداء على جميع مكوناتها ابتداء من الملكة وصولاً إلى الخادمات ومروراً بالذكور وذلك بغرض نهب وخطف ما يوجد في العشيرة الغريب في هذا الأمر أن هذا النوع من النمل لا ينهب الطعام لكنه ينهب أشياء أخرى ذات قيمة عالية تماماً كما يفعل اللصوص في قبائل بني البشر النمل الخاطف وهناك من يطلق عليه لقب النمل القرصان هو نوع كبير الحجم نسبياً مقارنة بالنمل العادي في العادة يكون لونه أحمراً وذو نزعة عدوانية وظيفته الأساسية هي الهجوم والإغارة على أعشاش غيره من النمل الذي يصغره حجماً بل الأكثر من ذلك تقوم بأسر الأفراد وتسوقهم إلى أعشاشها لكي تسخرها لخدمتها فيما بعد وإلى حدود اليوم لا زال المختصون لم يصلوا إلى تفسير علمي منطقي عن كيفية اكتساب هذا النوع من النمل لهذه الخاصية أما تفاصيل رحلة الإغارة على قبائل النمل الأسود فهي باختصار كالتالي يخرج واحد من النمل لاستكشاف المنطقة المحيطة غرضه الأساسي هو البحث عن مستعمرات أخرى للنمل بصفة عامة وبصفة خاصة في مستعمرات النمل الأسود لأن هذا الأخير هو الضحية المفضلة للنمل الخاطف بعد العثور على مستعمرة نمل جديدة يعود النمل المستكشف إلى عشيرته من النمل الخاطف ليخبرهم بمكانها لتبدأ بعدها الاستعدادات لشن الهجوم على المستعمرات المستكشفة في بداية المعركة تحدث فوضى كبيرة في القبيلة الضحية بحيث أنها تصبح مزدحمة عند المدخل وذلك قبل أن تبدأ مجموعة قليلة من الغزاة بالتحرك داخل القبيلة حيث يتبعها الباقي يبدأ هجوم آلاف النمل الخاطف على مستعمرة الضحية يطلق النمل أصوات تشبه صافرات الإنذار لتعلم باقي العشيرة بوجود الخطر يسارع النمل الضحية لأجل سد مدخل القبيلة بالحصى والعصي الصغيرة بما يؤدي إلى حصول ارتباك واضطراب في القبيلة يبدأ النمل الخاطف بالحفر وإزاحة الحصى والعصي الصغيرة وأي شيء قد يعيق تقدمه نحو القبيلة يتحول المكان إلى ساحة معركة حقيقية بحيث يقتل النمل بعضه البعض فيما يفر البعض الآخر لينجو بنفسه في الغالب هذا النوع من المعارك بين النمل لا تستغرق وقتا طويلا لأن النمل الخاطف عادة ما يفرض سيطرته بسرعة على النمل الأسود بمجرد دخول النمل الخاطف المستعمرة يذهب مباشرة حيث تتواجد الشرانق السوداء والشرنقة هي آخر مرحلة من مراحل نمو النملة قبل أن تصبح نملة مكتملة النمو يسرق النمل الخاطف كل ما يستطيع من الشرانق بعدها يخرج من القبيلة الضحية باتجاه قبيلته وهو يحمل في فكه كل ما سرقه من الشرانق والتي تكون بحجم حبة الأرز وذلك بغرض تربيتها حتى يكتمل نموها وتصبح نملة بالغة السبب في ذلك هو أن الشرنقة تكون من دون رائحة والرائحة هي المادة الكيميائية الخاصة بكل قبيلة نمل وعليه يقوم النمل الخاطف بمنح رائحته لتلك الشرانق وهنا يكمن السر وراء الهجوم المتكرر للنمل الخاطف على عشاء رباق النمل وخاصة النمل الأسود فهذه الشرانق بعد وصولها لسن البلوغ تبدأ بالعمل لصالح النمل الخاطف بحيث أنها تقوم بعدد من الخدمات والوظائف مثلا المحافظة على المستعمرة والاعتناء بالصغار والبحث عن الطعام خارج المستعمرة بل وأيضا إطعام النمل الخاطف والوظيفة الأخيرة تعتبر هي الأهم حيث أظهرت عدد من الدراسات أن النمل الخاطف لا يتوفر على تلك الأعضاء التي تشبه الأسنان والتي سوف تساعده على مضغ الطعام من جهة أخرى أظهرت عدة تسجيلات خلال مراقبة النمل عملية إطعام النمل الأسود لخاطفه بحيث أن هذا الأخير يقترب من النمل الأسود ويفتح فكيه ويميل رأسه ليقوم النمل الأسود بوضع الطعام في فمه ومن هنا يتأكد لنا أن الهدف الرئيسي من غارات النمل الخاطف على باقي فصائل النمل وخاص الأسود هو أن يعيش ويحافظ على حياته ختاما سنطرح عليكم سؤالا مهم حينما تكبر الشرانق الخاصة بالنمل الأسود فلمن تتوقع أن يكون الولاء في الحرب للنمل الأسود أم للنمل الخاطف الذي منحه الرائحة ضع رأيك في الأسفل وضغط على زر اللايك واشترك في القناة إذا لم تكن مشتركا دمتم في رعاية الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة